ميليشيات والسلاح المنفلت وهيبة الدولة وقمع المتظاهرين واغتيال النشطين قضايا وتساؤلات معلقة لا تجرؤ السلطات في العراق البت بها أو الإجابة عنها واستصراع محموم على السلطة والاستحواذ على الثروات محاصرة واقتحام المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد من قبل ميليشيات الحشد إثر اعتقال القيادي في ميليشي الحشد قاسم مصلح بقضايا إرهابية منها قتل المتظاهرين وتهديد الناشطين أعاد إلى الواجهة مشهد سيطرة الميليشيات الموالية لإيران على الدولة في إثبات واضح أنها فوق القانون ولا يمكن اعتقال أي فرد من ميليشيات الحشد المقدس بزعمهما هذه المواجهة لم تكن الأولى بين الكاظمي والميليشيات فقد سبقتها مواجهات وتوترات عدة منذ الأسبوع الأولى لتوليه رئاسة الحكومة انتهت جميعها برضوخ الحكومة لتصعيد الميليشيات إلا أن ثمت انقسامات وحالة ارتباك وتقاطعا في المواقف هذه المرة وصلت إلى تبادل الاتهامات وفقا لصحيفة الشرق الأوسط هيئة علماء المسلمين في العراق قالت إن حكومات الاحتلال وميليشياتها متعطشة لسفك دماء العراقيين وانتهاك حقوقهم الأساسية واستهداف كل مقومات الحياة في البلاد وأدانت الهيئة قتل الناشطين واستهداف المتظاهرين المطالبين بإسقاط العملية السياسية ومحاسبة المسؤولين عن اغتيال الناشطين والإعلاميين المطالبين باستعادة العراق وسيادته واستقلاله القوات اللمنية والميليشيات وبحسب المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب قامت باستهداف الناشطين والإعلاميين وتهديدهم إثر خروجهم في مظاهرات الخامس والعشرين من أيار وأن حكومة الكاظم ارتكبت خرقا آخر لدستور العملية السياسية في منع المتظاهرين من استخدام الطرق السلمية في التعبير عن الرأي كما ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من خلال قتلها واعتقالها وتهديدها للمتظاهرين السلميين من جانب آخر فإن البنتاجون يخطط للحصول على موافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتوجيه ضربات ضد الميليشيات في العراق بحسب موقع ديلي كولر الأمريكي فيما أكدت صحيفة واشنطن بوست أن العراق محتجز كرهينة ومحاصر من قبل الميليشيات لسيما بعد محاصرتها المنطقة الخضراء استمرار استخدام القوة لقتل المتظاهرين وترهيبهم وتغلغ الميليشيات الحشد في مؤسسات الدولة ومنها الجيش والشرطة والسيطرة عليها على غرار الحرس الثوري في إيران مؤشر خطير على استمرار دوامة العنف ونزف الدماء واستمرار الفساد وتكريس الإفلات من العقاب وتأسيس دولة الميليشيات والعصابات في العراق ترجمة نانسي قنقر